لكل المسائل التي قمنا بها عن عزم الدوران في قائمة الفيزياء فقط وجدنا مقدار العزم وهذا عادة ما يهم في الواقع لكن عزم الدوران في الحقيقة هو متجه ويمكن إيجاد اتجاهه لأن عزم الدوران يعرف أنه ضرب اتجاهه بين المسافة بالرديانس من المحور وقوة الدوران إذن الاثنين متجهات لنلقي نظرة كيف تعلمنا ذلك ومن ثم سنرى أنه نفس الشيء مع ما نقوم به هنا في الضرب الاتجاهي إلى أن نقدر بالاتجاهي هنا بالإضافة لحصولنا على المقدار للعزم ومن ثم سنرى أن هذا الاتجاه هو نوع من تعريف للعزم الدوراني لا أعرف إذا كان هذا بديهيا الآن ماذا تعلمنا سابقا عن عزم الدوران حسنا لنفرد أن لدينا ذراع هذا هو الذراع ولنفرد أن هذا مدار الدوران وهذا ذراع يدور حول هذا الجسم لنغير الألوان لنفرد أن مسافة مقدارها R من المحور هذه المسافة مقدارها R لنفرد أن هذه المسافة تساوي عشرة وهذه هي R ومقدار R هو مقدار R هو عشرة على بعد مسافة من المحور قمت بوضع كوة مقدارها F F سأرسمها بالأصفر إذن قمت بوضع كوة F لنرسمها بشكل مستقيم قمت بوضع كوة عند زاوية معينة هذه الكوة F هي أيضا متجه لها مقدار واتجاه لنقل أن هذه هي عشرة متر وإني وضعت كوة مقدارها 7 نيوتن هنا لنجعل هذا مثير للاهتمام أكثر لنفرد أننا وضعنا كوة أخرى للجذر التربيعي لـ 3 نيوتن وقد قمت بذلك من قبل أن الأرقام تتماشى ولنفرد أن زاوية بين القوة وذراع المحور التي تدور سنستخدم نظام الراديان لنفرد أنها باي إذا تصورنا هذا بالدرجات فهيستكون باي على ثلاثة أو ستون درجة باي على ثلاثة بالراديان هذه تساوي ثيتا وبناء على ما نعرفه عن العزم أو عزم الدوران ما هو العزم الدوراني حول المحور أو كم هو العزم المبذول من هذه القوة وعندما تعلمنا العزم والعزم الدوراني الجلس الصعب في هذه المسائل هو أنك لا تضرب كل قوة قوة ضرب المسافة من محور الدوران يجب عمليا ضرب عنصر القوة التي تكون فعلا بالدوران أو عنصر القوة الذي يكون متعامد مع الذراع الدائر أو متعامد مع العزم إذن كيف نحل هذا؟ حسناً عنصر هذه القوة المتعامد على هذا الذراع يمكن رسمه هنا ستبدو هكذا إذن ستبدو هكذا يمكن رسمه هناك يمكن رسمه هنا أليس كذلك هذا هو المكون أو العنصر المتعامد مع الذراع الذي يدور أو الطرف المتوازي مع هذا يبدو هكذا فهذا لا يساهم في الدوران أشياء الوحيد الذي يساهم في دوران هو هذا العنصر من القوة وما هو مقدار هذا المتجه هنا؟ مكون المتعامد مع هذا الذراع حسناً هذه الزاوية لنرسوم ثلاثة هنا فإذا كانت هذه الجذر التربيعي لثلاث وهذه هي الزاوية باي على ثلاث بالريديان أو ستون درجة وهذه الزاوية اليمنى هي باي على ثلاث من الصعب قراءتها ما الطول هنا؟ حسناً هذا هو مثلث بزوايا تسعون ستون ثلاثون هذا الطول هنا هناك عدة طرق لتفكير بها الآن ونحن نعلم حساب المثلثات فهذه تساوي الجذر التربيعي لجيب الزاوية وهي باي على ثلاثة فلا تساوي جيب باي على ثلاثة هذا يساوي جذر الثلاثة على اثنان إذن جذر الثلاثة ضرب جذر الثلاثة هذا يساوي ثلاثة وهذا يساوي ثلاثة على اثنان إذن مقدار هذه الكوة المتجهة العمودية العمودية أو المكون العمودي على الذراع يساوي ثلاثة على اثنان نيوتن والآن يمكن معرفة مقدار العزم ويساوي ثلاثة على اثنان ثلاثة العزم يساوي مقدار العزم الدوراني يجب أن أكون حذر في ملاحظاتي يجب تذكر أن العزم متجه ويستخدم له مصطلح المتجه لا داعي للخوض في هذا حسناً المقدار العزم أو مقدار متجه العزم يساوي ثلاثة على اثنان ضرب المسافة ضرب المسافة وهي تذكر رسمت هذا المتجه هنا لا أريد أرباككم كان من الممكن تحريك المتجه ما وتستطيع رسم المتجه هنا لأنه يمكن تغييره وهذا أيضاً هو ثلاثة على اثنان نيوتن هذا يجعله أوضح حسناً إنه ثلاثة على اثنان ضرب المسافة من محور الذراع والمسافة هي عشرة متر عشرة متر ماذا يساوي هذا؟ حسناً هذا يساوي خمسة عشر نيوتن متر إذن مقدار العزم الدوراني هو خمسة عشر نيوتن متر وكل ما قمنا به الآن وأتمنى أنه مألوف لك هذا ما تعلمناه عندما تناولنا العزم والعزم الدوراني كل ما قمنا به هو إيجاد مقدار العزم الدوراني ماذا لو أردنا أن نجد الاتجاه للعزم؟ وهنا نستخدم الضرب الاتجاهي أو الضرب المتجهات حسناً ما هو تعريف الضرب الاتجاهي؟ الضرب الاتجاهي هو R ضرب F وهذا يساوي مقدار R مقدار R ضرب مقدار F ضرب جايب الزاوية الأصغر ضرب جايب ثيتا ضرب متجه عمودي على الاثنين ضرب المتجه العمودي على الاثنين هنا عملياً نستخدم هذا كل القيم هنا قيم قياسية ليس كذلك حسناً هذه القيم لا تحدد الاتجاه الاتجاه يحدد عن طريق متجه الوحدة ومتجه الوحدة هو متجه مقداره واحد ويشير إلى اتجاه معين انظر هنا في الضرب الاتجاهي الذي يعطينا المقدار لقد حسبنا هذا للتو واستخدمنا ما عرفناه من قبل عن العزم الدوراني مقدار متجه الكوة ضرب جايب ثيتا هذا يعطينا المتجه للكوة العمودي على الذراع ونضرب هذا المتجه بمقدار R ونحصل على مقدار متجه العزم الدوراني وهو 15 سننترك نيوتن والمتر الآن 15 والاتجاه هو هذا المتجه الذي عرفناه بـ N أو يمكن تسميته المتجه تعريفي أو متجه الوحدة وهو متعامد على الاثنين وهذه R متعامدة على F هو الطريقة الوحيدة لتصور ذلك هو في أثلاث الأبعاد A عمودي على هذا وهذا إذا قفز من هذه الصفحة هنا أليس كذلك؟ لأن كل هذين المتجهين في مستوى في هذا الفيديو إذا كان هذا المتجه متعامد على شاشتك متعامد على شاشتك أي أن كانت الطريقة التي تشاهد به هذا عندما سيكون متعامد على هذين المتجهين كيف يمكن معرفة إذا كان المتجه خارج أو داخل إلى الصفحة؟ نستخدم قاعدة اليد اليمنى أليس كذلك؟ في قاعدة اليد اليمنى نأخذ R و R تشير بها باستخدام الإصبع السبابة F الإصبع الأوسط والإتجاه يشير به بواسطة الإبهام إذن يشير إلى الضرب الاتجاهي إذن لنرسمه لنرى إذا كان بإمكاني رسمه هنا إذا كان هذا إصبع السبابة هذا إصبع السبابة إذن هذا إصبع السبابة ويمكن تخيل يدك موضوع على أعلى الشاشة إذن هذا الإصبع الإبهام يمثل R في اليد اليمنى تذكر دائما إذا استخدمت اليد اليسرى سيكون إذن الاتجاه المعاكس والإصبع الأوسط سيكون في اتجاه هذا في اتجاه F وباقي الأسابع ستكون بهذا الاتجاه ويجب عليك أن تجرب هذا إذن يجب رسم هذا سأرسم أظافري لنعرف إتجاه الأصابع هذا هو الظفر وهذا الظفر الإصبع الأوسط في هذه الوضعية أين سيكون الإبهام الإبهام سيكون خارج من الشاشة وهذا الظفر الإبهام أتمنى أن هذا منطقيا هذه كف يدي وهذا الجانب الآخر لليد سأتابع الرسم أتمنى أن هذا منطقي هذا إصبع السبابة وهذا الإصبع الأوسط إذن الإبهام يشير إلى خارج الصفحة وهذا يدل على أن العزم الدوراني يشير إلى الخارج إلى خارج الصفحة حسنا إتجاه متجاه الوحدة إن سيكون خارج من الصفحة ويمكن رسمه هكذا بشكل دائر وداخلها النقطة وأنا على وشك الانتهاء إذن تعلمنا الضرب الاتجاه في العزم الدوراني أراكم في الفيديو التالي إلى اللقاء